أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول قرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتقي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت فلمد ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطي أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يفرصون إن ربك هو عالم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلا لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرلتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطن إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطاطموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الله على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويخسق لكم من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون الآيات وما أنتم بموجزين قل يا قوم اعملوا على مكان بكم مني عمل فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار وإنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وهرث حجر لا يطعمها إلا من نشعوا بزمعهم وأنعام حرمت زهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكوننا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات مع روشات وغير مع روشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمروا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا كتوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعج اثنين كل آذكرين هرمع من الأمثيين أما اجتملت عليها رحام الأمثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن اللي بإذن اثنين ومن البقر اثنين كل آذكرين هرمع من الأمثيين أما اجتملت عليها رحام الأمثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل عن ناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحمة كنزير فإنه رجس وفسق مهلا لغير الله به فمن اضطر غير باقي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما هملت دهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببويهم وإنا لصادكون فإن كذبوك فكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد فاسنا عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما جاء أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا يخرشون قل فلله الحجة البالغ فلو شاء الهداكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزبكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش مع ظهر منها ومع بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالكست ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا أكلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله يعوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي يحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول عن لكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الملائكة لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدأ ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات لا يصدق عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إلا إيمان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا مشيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا كيما ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين إن قل إن صلاتي ينسكي ومحيى يوماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا ولو المسلمين كل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك أحرج من الذي ينذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نالكناها فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثكلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرت قالنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فعبت منها فإن فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يومي بعث قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قودن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذؤوما مذحورا فما لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نعاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغلور فلما ذاك الشجرة بدت لهما سواتهما واتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض النعد ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ليواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خي ذلك من آيات الله لعلهم تذكرون يا بني آدم لا يفتننكم شيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزي عنهما لباسهما لأريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة فقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مستد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مستد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الهياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبوية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك الصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلموا ممن افتروا على الله إلا على الله كذبا وكذبا بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتم رسلنا يطفونهم قالوا وإنما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وضل عنهم وعلى أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم ودخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت وقتها حتى إذا اتعرقوا فيها جميعا قالت تقرهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالتوا لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أتى إلج الجمل في سم القياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من قلهم تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولاء أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها أي وجاوهم بالآخرتي كافرون وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدقلوها وهم يطمعون وإذا صرفت فصارهم طلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين قسموا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيد علينا من الماء يوم ما رجقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لا لهوا ولعبا وغردتم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هدا وما كانوا بآياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوما يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفع لناه نرد فنعلم غير الذي كنا نعم كنا نعم القد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مزخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب الموتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحيها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبدل ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات ذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرجه إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي أبدو الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصحكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتكون ولعلكم ترحمون فكذبوه فعنجيناه والذين معه في البلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين وإلى آدن نخاهم هودا قال يا قومي أبدو الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في صفاهة وإني لنذنك من الكاذبين قال يا قومي ليس بي صفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في القلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفرحون قالوا وجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقى عليكم من ربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتذروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقضعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قومي أبدو الله ما لكم من إله غيره وذ جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقطوا الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأكدكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم كلفا من بعد عاد وبواكم في الأرض تتقدون تتقدون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فأقرنا قطواتوا الأمر ربهم وقالوا يا صالح اقدنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوتا إذ قال لقوم يتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم منهم أناس يتطخرون فأنجيناكم وأهله إلا امرضا كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاكبة المجرمين وإلى مدينة أخاكم شعيبا قال يا قوم يبدو الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخزوا الناس أشياهم ولا تبسدوا في الأرض بعد إصلاحي هذا لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون تسدون سبيل الله من آمن به وتبغوا نهاي وجاء وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم منظروا كيف كان عاكبة المفسدين وإن كان طائبة منكم آمنوا بالذي يرسلت به وطائبة لم يؤمنوا بصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم شكرا 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 شكرا